الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله كفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد الحضور الكريم من الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحمد الله عز وجل على أن يسر هذا اللقاء أولا ثم نشكر لإخواننا الذين قدموا لنا هذه الدعوة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهديين وأن يهدي بنا وتأتي أهمية هذه المحاضرات لأنها تبصر المسلمين في دينهم ولأنها تبين الحق للناس ولأنها ترشد الناس إلى صراط الله القويم وإلى دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم والغرض منها هو بيان الحق للناس لا نريد منهم جزاء ولا شكورة وإنما نريد أن يكون المسلم والمسلمة على بصيرة من دينه وأن يعتقد ما يقال من الأدلة من الكتاب والسنة وأن يكون داعيا حيث ما كان كما جاء في القرآن عن بعض أنبياء الله وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فمهما كان الإنسان في مكان أو كان في مجتمع فإنه يقوم بدعوة الله عز وجل لأنها ليست منوطة بجماعة من الجماعات وإنما هي مسؤولية كل مسلم أن يدعو إلى الله عز وجل بما يسر الله له وبما وفقه إليه هذه المحاضرة تحت عنوان آية من كتاب الله عز وجل وهي قوله تعالى وإلهكم إله واحد وهذا الجزء من الآية قد جاء في آيات كثر فله أسلموا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم جاءت في كثير من آيات القرآن أن الله عز وجل يتمدح ويثني على نفسه بأنه هو الإله الواحد الحق الذي لا شريك له كما سنعلم وسياتي إن شاء الله وأنا أتناول ما جاء في صورة البقرة من قولي تعالى بعد بيانه عز وجل لعقوبة من يقتم الحق عن الناس وكيف يناله من الأذى والعقوبة والطرد من رحمة الله عز وجل ثم بيان حال الكافرين ثم يبين الله عز وجل أنه المستحق للعبادة وأنه الإله الذي يجب على الخلق جميعهم أن يتوجه إليه بجميع العبادات وأن يحبوه وأن يخشوه وأن يرجوه وأن يتوكل عليه وأن يثنوا عليه حق ثنائه قال الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قال العلماء وإلهكم إله واحد الإله هو المعبود الإله بمعنى المعبود ومنه يقال في قول الله سبحانه وتعالى عن قوم موسى قالوا لفرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك وجاء في قراءة وإلهتك أي وعبادتك لأن المألوه هو المعبود فيبين الله عز وجل أن المعبود أي أن المستحق للعبادة واحد كما قال الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال الله عز وجل وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين وإلهين كافية في بيان انفراد وقال الله عز وجل بالأولوهية واستحقاقه للعبادة لكن أكد الله عز وجل وميز ذلك بقوله وإلهكم وقال الله لا تتخذوا إلهين قال اثنين إنما هو إله واحد وإله أيضا كافية لكن أكدها بقوله واحد فإيايا فارهبون وهنا قال الله عز وجل وإلهكم إله واحد أي الذي يستحق العبادة واحد لا إله إلا هو لا يستحق العبادة غيره الرحمن الرحيم والإله الحق الواحد هو واحد في أسمائه واحد في صفاته واحد في ربوبيته واحد في ألوهيته وفي استحقاقه للعبادة ولذلك قال الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ثم بيّن الله عز وجل من الأدلة الدالة على أن الله عز وجل هو المعبود بحق وأنه هو المستحق للعبادة وأنه هو المتصف بصفات الكمال قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون أي أن هذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل وحده وانفرد بخلقها وتدبيرها وتصويرها أن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال العلامة بن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة الذي خلق الأرض وفرشها كما قال الله عز وجل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماءا فأنبتنا به حدائق ذات بهجا ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله ثم يقول الله عز وجل أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله الذي خلق هذه الأشياء وأبدعها هل يستحق العبادة معه أحد وهو الذي تفرد بخلقها أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون لكذا أخواننا هذا الموضوع هو موضوع دعوة الرسل أن يعبد الله وأن يفرد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته معنى الربوبية باختصار الرب هو المالك السيد المدبر الخالق الكون والرازق الكون والمصرف أمور الكون هو الذي يستحق العبادة وهو الذي ينبغي أن يعتقد أنه هو المتفرد بهذه الأمور وهذا ما يعرف عند العلماء بتوحيد الربوبية وإفراد الله بأفعاله يعني بما يفعل الله من خلق ورزق وملك وتدبير وتصريف لهذا الكون ثانيا أن يفرد الله بما خص نفسه وبما خصه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات ثالثا أن تصرف العبادات التي شرعها الله لعباده لهذا الخالق العظيم أول مسألة نقيف معاه وأنا حاتكلم سريعا وهنا في الجامعة دي قبل شهر تغريبا أو شهر حاجة جاب واحد من أئمة الضلال في السودان رجل مفتري صوفي يسمى بمحمد المنتصر الإزيري وما وجد رواجا لبضاعته الكاسدة من الشرك بالله والحمد لله إلا بعض من لا من ليس له يعني معرفة وليس عنده إلا الجهل البسيط أو الجهل المركب وأراد أن يطعن في منهج السلف الصالح في إثبات هذه الأمور مما أنت تقول التوحيد ثلاثة أكسام يقول لك هذا التوحيد إن فردتم به وأول من ابتدعه هو ابن تيمية أنا معليش هتكلم سريعا لأنه تأخرنا في الزمن طيب الكلام دي أخواننا ليس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحده وهو ليس أول من انفرد بهذا الكلام وبهذا التقسيم والعلماء يجابوا التقسيم ده من وين يا أخوان هذا التقسيم جاء بالتتبع والاستقراء تتبع والاستقراء معنا شنو معناها مثلا أنا أجي أقول يا أخواننا الناس اللي قاعدين في الجامعة ديال ها إما تلقاهم ناس امتحنوا أحياء أو هندسية مثلا في المجمع ده مثلا يعني ده عرفت من وين بقم بمشي براجع المحلات المكتب بتاع القبولة والمسجن بمشي أشوف شهادات الطلاب والشهادة بتاعته الثانوية وإنه امتحن شنوه المادة بتاعته كان الشنوه والمساق بتاعه في العلم كان شنوه وهكذا هذا يعرف بالتتبع الاستغراء مثلا اقول من الطلاب الحضور الآن اما ان يكون الانسان من الطلاب الحضور الآن اما يكون ازول لابس جلابية او لابس بنتلون وقمص تقول ليه في دليل آية قالت كده اقول لك لا هذا هو الاستقراء والتتبع شفنا النازل كلهم حصرناهم لقناهم إما ناس وزول لابس جلابية وزول لابس منطلون وقمس هذا هو الاستقراء والتتبع مثلا عندنا في اللغة العربية الفاعل مرفوع جيب آية قالت الفاعل مرفوع جيب آية جيب حديث لكن ده يسمى يشنو يا أخوانا بالاستقراء والتتبع جيب آية ولا حديث قالت إنه أركان الصلاة 14 وشروط الصلاة 8 ومستحبات الصلاة كذا والوضو سنن كذا وفروض كذا وشروط كذا جيب آيات أو حديث ده يعرف بشنو يا أخوانا بالتتبع تتبع الأدلة وإنها لما تقراها كلها تلقى بتتكلم عن هذه الأمور لما انتجي تقرى القرآن أو السنة بتلقى دلت على ثلاثة أمور في باب التوحيد يعني أي آية تتكلم عن الله تلقى ما خرجت من هذه الأمور مثلا خذ صورة الناس قل أعوذ برب الناس أعوذ الاستعاذة عبادة ده توحيد شنو؟ الألوهية برب الناس هذا توحيد شنو؟ الربوبية قل أعوذ برب الناس ملك الناس أها الأسماء والصفات إله الناس توحيد؟ الألوهية والعبادة إلى آخر الآيات الحمد لله رب العالمين توحيد شنو؟ الربوبية الربوبية ويدخل فيه كذلك من جهة أخرى أن الله عز وجل أثنى على نفسه بكونه ربا للعالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ده شنو؟ الأسماء والصفات مالك يوم الدين الأسماء والصفات إياك نعبد وإياك نستعين ده توحيد شنو؟ العبادة وهكذا جميع صور القرآن طيب أول من تكلم في هذه الأقسام علماء كبار قبل ابن تيمية ابن تيمية ولد سنة ستمية واحد وستين تقريبا وتوفي سنة سبعمية تمانية وعشرين هجرية طيب من أول من تكلم من العلماء المتقدمين الإمام ابن بطة العكبري في كتاب الإبانة الجزء الثاني صفحة مئتين سبعم عشرين شوف هنا الكتاب الإبانة عندك؟ طيب تكلم وأن الكلام في توحيد الله عز وجل لا يخرج من هذه الأقسام الثلاثة بعدها في كتابة الطحاوي صفحة عشرة طيب قال باب بيان كفر الجهمية الذين أزاغ الله قلوبهم بما تأولوه من متشابه القرآن تكلم عن الجهمية كلام طويل ودي فرقة تحرف الصفات زي محمد المنتصر قال وذلك أن أصل الإيمان بالله اللي هو التوحيد الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء ركز في الكلام ده تمام أحدها أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مباينا لمذاهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا ده توحيد شنو يا أخواننا ها ده توحيد شنو قال أحدها أن يعتقد العبد ربانيته تكلم عن منه عن الله ليكون بذلك مباينا أي مخالفا ومفارقا ومجانبا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا صانعا معنا شنو معنا الخالق الناس الما بيثبتوا الخالق ديل منه ها ديل الدهريين وعندنا في الجامعات اللي سيهم الشيوعين زي ما قال لنين في كتاب مهمات اتحادات الشباب صفحة من سبعتاشر إلى تلاتة عشرين قال بأي معنى ننكر الأخلاق وننكر السلوك بالمعنى الذي تبشر به البرجوازية التي كانت تشتق هذه الأخلاق من وصايا الله وبهذا الصدد نقول بالطبع أننا لا نؤمن بالله دا لنين وهذا الكلام أيضا موجود في كتاب مؤلفات لنين الجزء الرابع يسمى بالثورة والثورة الثقافية طيب فأول حاجة تعتقد ربانية الله وده كان المشركين مقرن به إنه الله خلقنا والله رزقنا والله بحينا والله بميتنا والله بينفعنا والله بيضرنا ده ما كان فيه إشكال مع المشركين ربنا عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم خاطب وناظر هؤلاء المشركين في صورة يونس قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون ولذلك ما كانوا يخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الخالق لهذا الكون هو الله بل إبليس لا يخالف في ذلك إبليس لما ربنا طردوا وأمروا أن يسجد وأبا أن يسجد قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته خلقته مثبت أن الله خلقه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فإبليس يقر أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق له ولآدم شاكد أخوانا كثير من المسلمين تقول له لا إله إلا الله معناه جنو يقول لك لا خالق إلا الله أنت إبليس فهم منك والله الذي لا إله غير طيب فده النوع الأول أنا بذكر في كلام الإمام أبي عبد الله عبيض الله ابن محمد ابن بطة العكبري الحنبلي المتوفى سنة 387 هجرين قبل ابن تيمية بثلاثة قرون أو أربع قرون طيب قال الثاني أن يعتقد وحدانيته ودته حجرين يا أخوانا الألوهية أو العبادة ليكون مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره النوع الثالث أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه إذ قد علمنا أن كثيرا أن كثيرا ممن يقر به ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في صفاته فيكون إلحاد في صفاته قادحا في توحيده يعني أول زول يا أخوانا الآن عرفنا بالدليل الوثيق الموثق إنه أول من تكلم من العلماء من أول من تكلم من العلماء منه الإمام ابن بطأ المتوفى سنة 387 هجرية كتاب ثاني عقيدة الطحاوي وهذه العقيدة للإمام الطحاوي الحنفي وهو أيضا متوفى سنة 320 هجرية كده جيب صفحة عشرة هذا ليه ده كتاب الطحاوي لأن محمد منتصر يقول لك ابن تيمية أول من ابتدع تقسيم التوحيد لما أول تزول مفتري وكذاب كما سنعلم إن شاء الله بعد قليل طيب آه الإمام الطحاوي رحمه الله تكلم في هذه العقيدة وأنها عقيدة الإمام أبو حنيفة وصاحبيه محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف عقوب بن إبراهيم الأنصاري الأنصاري فثم قال نقول في توحيد الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره هذا هو بداية كلام الشيخ الإمام الطحاوي عليه رحمة الله قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن صفحة عشر إن الله واحد لا شريك له ده توحيد شنو يا أخوانا توحيد شنو الإلهية والعبادة الإلهية والعبادة معنا شنو معنا عباداتك تصرف لي الله يعني ما تدّيها لغير الله قال إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ده توحيد شنو الأسماء والصفات ولا شيء يعجزه ده توحيد شنو الربوبية فده دين نقلين بسيطين جدا حتى يعني يُعلم بطلان كذب هذا الرجل الدجال الذي يسمى بمحمد المنتصر الإزيري وهو إنسان غير أمين إنسان غير أمين يكذب على العلماء وعلى غيرهم طيب محمد المنتصر الإزيري دائر يرفع ويوري الأمة إن الأولية هم مشاركون لله في جميع أموره ده الدار يوصل للناس وهذه هي الصوفية خاصة هذه الأيام في السودان الأولية عندهم أي حاجة مع الله استرّفوا في الكون الأولية بيغيث الملهوف الأولية بيهب الذرية الأولية ينقذ الإنسان وهكذا يعطون الأولياء ما هو من خصائص الله أنا بديك الآن مقطع أنا ما أعرف لو فيه وصلة عشان تسمعه أحسن مع الساون ممكن تدخل في الكمبيوتر في اللابتوب عشان الناس تسمع الصوت واضح عشان الناس تسمع الصوت واضح شغل المقطع يعني مرة واحدة بيقول إن الشيخ بتاعه بقول للشيخ يكون فيكون من قدام هنا لو في ضوّل ريواتي حتين هيا جيب السماعة هيا جيب السماعة مهين عي تكتبين نظر بسماعك الموسعي شغال فأقول إن شاء الله يا كباية ربا سبحانه وتعالى خصوصيات واحد الدو كن فيكون في لسانه الكلام دي أخوانا في قناة النيل الأزرق قال بيتكلم عن أبو الشيخ الكباشي ربا ندو خصوصيات منها كن فيكون على لسانه ربا سبحانه وتعالى أعطى الشيخ أنه ربا سبحانه وتعالى يستجيب دعوة على الفور هو يعني الشيخ ذاته كوو يكون وإن يسأع طبعا المزيع لي قصوه في جابة كبيرة فقام قال له هو الشيخ بيقول كوو فيكون ولا بيسأل الله البيد كوو فيكون ده هنا المقطع هو يعني الشيخ ذاته كوو فيكون ولا يسأل الله الذي بيده يكون فيكون ويسأل الله الذي بيده يكون فيكون فيستجيب رقاجل لأنه أوعد وإن الله لا يρώ Subscribe معك واعبدوني نعم. أنا الله سبحانه وتعالى يقولي الشيء يكون في يكون. نعم. يقول كده في الحديث. نعم. عبده يعبده يجعله يقولي الشيء يكون في يكون. وواضح في الحديث الغسي الشاهد ما زال عبدي يتغرب إليه إذا زالني عطيته إذا عازل له وعيزنه وكله. نعم. إذا إذا ما ضعف الفريق من الناس هذا الحديث على كل عبد الحديث. نعم. طيب. لهم ما يشعوني عن ربهم آية محكمة. حتى كان يقالوا الحديث هنحفظوا الحجة عندما يوجد. طيب. الرد على هذا الباطل. طبعا يا أخواننا فيهمتوا الكلام مش. ها. فيهمتوا الكلام ده يا أخواننا. الزول ده قال إنه الشيخ إبراهيم الكباشي ربنا أداه كن فيكون. وكون فيكون دي حقة منه يا أخواننا. قطر الله ربنا قال إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فسبحان أي تنزيها لله أن يكون له شريك في شيء من صفاته أو أسمائه أو أفعاله. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. شوف سبحان الله ديل. داريني أصل لك إنه الأول يبقول للشيء كن فيكون. قام جاب له حديث. أنا رجعت للحديث ده. لقيته هو موجود في كتاب النور النور التبرسي. من أئمة الشيعة الكفار الرافضة في إمتى الحديث ده. حتى الصوفية زاتهم ضعفوا الحديث ده. صوفية زاتهم ضعفوا الحديث ده. بعدين بجي للحديث حديث الصحيح. كنت سمعه بعد شوية. قام قال في النهاية قال شنو. قال ولكن الآية عندنا محكمة. لهم ما يشاءونه عند ربهم. طبعا الآية يا أخوانا في صورة الزمر. ربنا قال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. لهم ما يشاءون عند ربهم دي بتين. بتين يا أخوانا. يوم القيامة في الجنة. كذا قال ابن جرير. لهم ما يشاءون عند ربهم أي في الجنة. وكذا قال ابن كثير. أي مهما طلبوا في الجنة وجدوا سؤلهم. وكذا قال الإمام القرطبي وغيرهم من أهل العب. فدف السلة إنه لو عندك ما عندك ولد تقول للشيء يا الشيخ تبتقول للشيء كن فيكون دائر ولد. يقول لك نعم لهم ما يشاءون عند ربهم. هاكا الولد. والمعنى ده أبو لهب ما بيعتقده. ربنا قال في صورة المؤمنين المؤمنون للنبي عليه الصلاة والسلام خاطب المشركين. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. إن كنتم تعلمون فسيقولون لمنه المشركين أسبوا جهل بيقولوا لمنه. سيقولون لله قل فأنا تسحرون. فده أجهل من أبي جهل والله. ده أجهل من أبي جهل. أما الحديث الذي استدل بي وهو حديث صحيح. راجع الدينة فتح الباري جزء 12. هداكني. الصفحة 293. نشوف العلماء قالوا فيه شنوه. فيمتا؟ والفهم بتاعه ده. لأنه قال كنت سمعه الذي يسمع بي يعني يبقى سمعه سمع الله. يعني إنت لو قاعد في الجنينة وقلت يا المكاشي المكاشي الراغيط هنا قال بيسمعك. فيمتا؟ في الشيكانيب. وهكذا. فدار يفهمك الكلام ده. وبعائل لك بيشوفك. وكنت يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. خطوة هنا وخطوة في البيض والخطوة الثالثة في الجنينة يقوم يا لحاجك. فيمتا؟ عشان كده قال من قولتياء كالبرقلاح أبي الشيخ يغطي الكون بي جنح. ده واحد اسمه أدرحمة بيمدح في المكاشي. قال قولتياء كالبرقلاح. الشيء قال بيصهر أسرع من البرق. فيمتا؟ قال أبي الشيخ يغطي الكون بي جنح. طوالي حصلك. لكل كذب وباطل. طيب ابن حجر رحمه الله هنا قال فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. قال قام جاب روايات كثيرة قال وقد استشكل كيف يكون الباري جل وعلا سمع العبد وبصره إلى آخر. ده كلام من حجر. قال الكلام دعم الإشكال لبعض الناس. والجواب من أوجه. أحدها أنه ورد على سبيل التمثيل والمعنى كنت سمعه وبصره في إيثاره أمري. فهو يحب طاعتي ويؤثر خدمتي كما يحب هذه الجوارح. هل ده في وإنه تبقى زي الله؟ إذا رأي الصلوة لك الصوفية. المعنى الثاني قال أن المعنى كليته مشغولة بي فلا يصغي بسمعه إلا إلى ما يرضيني ولا يرى ببصره إلا ما أمرته به. تهمت؟ المعنى الثالي أجعل له مقاصده كأنه ينالها بسمعه وبصره إلى آخر. ده معنى معنى رابع. كنت له في النصرة كسمعه وبصره ويده ورجله في المعاونة على عدوه. طيب معنى خامس. قال الفاكهاني وسبقوا إلى معنى ابن هبيرة. ذي المنشور راح البخاري ابن هبيرة. قال هو فيما يظهر لي أنه على حث مضاف والتقدير كنت حافظ سمعه. يعني كنت سمعه يعني كنت شنو؟ كنت بسمع، كنت بحفظ، لو سمعه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ. قال فلا يسمع إلا ما يحل استماعه وحافظ بصره كذلك. لا يبصر إلا ما يحل النظر إليه وهكذا. سادسها قال الفاكهاني يحتمل معنى آخر أدق من الذي قبله وهو أن يكون معنى سمعه مسموعه لأن المصدر قد جاء بمعنى المفعول مثل فلان أملي بمعنى مأمولي. والمعنى أنه لا يسمع إلا ذكري، ولا يلتذ إلا بتلاوة كتابي، ولا يأنس إلا بمناجاتي، ولا ينظر إلا في عجائب ملكوتي، ولا يمد يده إلا فيما فيه رضاي، ورجله كذلك. وبمعناه قال ابن هبيرة أيضا قال الطوفي اتفق العلماء ممن يعتد بقوله إن هذا مجاز وكناية عن نصرة العبد وتأييده وإعانته حتى كأنه سبحانه ينزل نفسه من عبده منزلة الآلات التي يستعين بها. ولهذا وقع في رواية فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي قال والاتحادية، الاتحادية ديل ياتم ديل طائفة من الصوفية بتقول إنت بتعبد الله لغاية ما الله باتحد معك. وهذه عقيدة محمود محمد طه وده الكتاب بتاعه عمل كتاب رسالة الإسلام الثانية. هذا للكتاب بتاعه موجود برضه في امتا؟ ده كلام ابن حجر ناقل كلام العلماء قال قال والاتحادية زعموا أنه على حقيقته وأن الحق عين العرب واحتجوا بمجيه جبريل في صورة دحية قالوا فهو روحاني أخلع صورته وظهر بمظهر البشر قالوا فالله أخدر على أن يظهر في صورة الوجود الكل أو بعضه تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إلى آخر ما قال ما نخل ابن حجر كلام كثير جدا للعلماء عن المعنى الباطل القالوا خليفة الكباشي. في امتا؟ فديد داري وصل إليك محمد الإزيري إنه الأولياء ديل بيعملوا أي حاجة والأولياء بيصروا في الكون وبيعملوا غيره. كده ردينا على جميع الشبهات بتاعتهم في هذا الباب. طيب في مسألة غلط ذاته في الولاية عند الصوفية لأنه دي أخواننا لعبوا بيها على الناس الأولياء في القرآن موجودين. وكتب أهل السنة والجماعة من السلفيين مملوءة بإثبات وجود الأولياء وكراماتهم. وأنه لن ينقطع الأولياء حتى تقوم الساعة. هكذا يقول أهل السنة والجماعة وأن لهم كرامات لا ينكروا أحد لكن شرط هذه الكرامة ألا تخرم قاعدة شرعية كما قال الأشاعر أنفسهم. البنت بلون محمد المنتصر قالوا وشرطه ألا يخرم قاعدة دينية شرعية. فهمت؟ طيب عندهم مفهوم غلط في الولاية إن الولي لازم يكون عنده كرامات وإن الولي إذا مات لازم يكون عنده قبة وإن الولي بطير في الجو وواوا ويفعل. كويس؟ نحن بنقول لهم أول حاجة الأولياء نوعين. ولي مقطوع له بالولاية كأبي بكر الصديق مقطوع له بالولاية معناه شنو؟ معناه في نص إنه فلان ولي. كالصحابة جميعهم وكمن ثبت فيه أنه من أهل الجنة من غير الصحابة. كويس القرني. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أهل الجنة. كويس؟ وغيرهم. ممن ثبت له حكم الولاية بدليل من الكتابة والسنة. أما من عداهم فلا يقطع له بالولاية. جيب كلام الإمام القرطبي الآية 34 من صورة البقرة المجلد الأول. المجلد واحد صفحة 224 والقرطبي يقول قال علماؤنا. ينقل عن العلماء. أنا دار أصل بالمسائل دي لي شنو؟ إنه يا أخواننا الشركة الآن زي ما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إنه الليلة المشركين بصوروا إنه الولاية هي إنك تعبد غير الله. وإنك لو دائر تحب الأولية لازم تجعلهم آلهة وأنداد مع الله. وإنك لو نزلت الأولية منزلتهم من محبتهم أو يعني توليهم ونصرتهم وما دعيتهم مع الله ولا اعتقدت فيهم عقيدة كفرية أو شركية إنه كده تنقصت هؤلاء الأولياء. وده معنى باطي. طيب منه قال إنه دي الأولياء كما سيأتي معنا من كتبهم لكن منه قال لك تحكم له منهم أولياء البرعي يقول لك أسي تمسك أقرب سوداني أذكر لنا خمس أولياء في سودان يقول لك يا سلام يا أخي هذا البرنامج جميل جدا واحد أبونا الشيخ البرعي وأبونا الشيخ المكاشي وأبونا الشيخ تورع فينا وأبونا الشيخ أزرك طيبة وأبونا الشيخ أبضل عن حديد وأبونا الشيخ أبقرقاب وأبونا الشيخ أبجنزير أنت عندك دليل في دليل قال لك اتكلم ده كلام العلماء كلام الإمام القرطبي في المسأل الآية رام 34 من سرطة البقرة وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدمة فسجدوا إلا إبليس أبا والسكبر وكان من الكافرين جاء في عشر فوائد قال المسألة التاسعة ده كلام الإمام القرطبي قال علماؤنا رحمة الله عليهم الإمام القرطبي العلم بينقل عن الأئمة الأعلام قال قال علماؤنا رحمة الله عليهم ومن أظهر الله تعالى على يديه ممن ليس بنبي كرامات وخوارق للعادات فليس ذلك دالا على ولايته خلافا لبعض الصوفية والرافضة شوف الإمام القرطبي من زمان بتكلم عن الصوفية وهو في القرن الخامس أو السادس الهجري طيب قال خلافا لبعض الصوفية والرافضة حيث قالوا إن ذلك يدل على أنه ولي إذ لو لم يكن وليا ما أظهر الله على يديه ما أظهر ودليلنا أن العلم بأن الواحد منا ولي لله تعالى لا يصح إلا بعد العلم بأنه يموت مؤمنا يعني عشان تقول زول ولي سأقول مثلا أخونا مصطفى ولي لازم أعرف إنه مصطفى يموت على حسن الخاتمة فيمتة؟ إذا ما بعرف إنه يموت على حسن الخاتمة ما بجزلي إنه أقول ولي وسيأتيك لدلة إن شاء الله قال وإذا لم يعلم أنه يموت مؤمنا لم يمكننا أن نقطع على أنه ولي لله تعالى لأن الولي لله تعالى من علم الله تعالى أنه لا يوافي إلا بالإيمان أي لا يموت إلا على الإيمان ولما اتفقنا على أننا لا يمكننا أن نقطع على أن ذلك الرجل يوافي بالإيمان وللرجل نفسه يقطع على أنه يوافي بالإيمان علمنا أن ذلك ليس يدل على ولايته لله في إمتى؟ يعني زول جاب خارق للعادة طار فوق لو لقين زول طار فوق ده ما دليل على إنه ولي لأن يا أخوان العلم قالوا ليس كل خارق للعادة دليل على أن صاحب هذا الخارق أن صاحب هذا الخارق وولي لله كما يفعل المسيح الدجال المسيح الدجال بيجي ماشي بيجي ماشي الواطة بيأمر كنوزة قال فتخرج معه كيعاسي بالنحل الكنوز الدهب والمعادن الثمينة تدبع المسيح الدجال زي سرابات النحل والله الناس الشهرين يسموا شنوه أجهزة وماشيين برده لو ليقوا الدجال ده والله يسترهم بس إلا ربنا يعصمه كويس؟ هل ده دليل المسيح الدجال بيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت يأتي على قوم مرتاحين ولكنهم مؤمنون بالله يقول له منا ربكم يقول له لا أنت ما ربنا قال فيخرج منهم وقد محلت أرضهم تبقى فاضية ما فيها أي حاجة ويجع على ناس يأمن به ويدخل معه في دين الكفر وأنه هو الإله فتعود ماشيتهم أشبع ما تكون وأسمن ما تكون وأرضهم تكون أخصب ما تكون هل ده دليل إنه المسيح الدجال ولي لله؟ شاكد يا أخواننا ده كل مفهوم مغلوب للولاية عند الصوفية الولي لازم أعمل كده والولي وهنا الأولي بتعننا بزكوا نفسهم وبيجيبوا أمور خارقة للدين ما ممكن ولي يخرج الدين شاكده كده الديني الكتب الجايبة معي ده في كتب بتاع الصوفية قاعدة هنا في امتى؟ الديني الكتاب بتعليك سلام منه تعال برعه يخدأ كده قبل ما نجي له كلام ده حتى في مدح للنبس على سلم فيه غلو للنبس على سلم قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو أفتح صفحة واحدة عشرين في امتى؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والغلو ولما جاء قوم فقالوا يا رسول الله يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس لا يستهينكم الشيطان أو قال لا يستجرينكم الشيطان إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ربنا قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم يا آيات شوف هنا بتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في مدح يسمى أرني وجهك قال أنا أرني وجهك يا نبي الله المعدوم شبهك في المخلوقين طبعا بيجيبوها لك باللحم وقاعد عندنا كله بالصورة وسط طيب إلى أن يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بالله صبرك مبواذ بعل غير شبرك روضة قبرك أفضل من عرش الله وأبرك ده الصوفي البرعي فيمتها أنا ما عارف جايبة ولا ما جايبة هنا ما جيبناها فيمتها فهينا بقول روضة قبرك أفضل من عرش الله وأبرك كده قبل ما هو أصل لكي دام برضو الكلام قاعد عندي في الكتاب لكن نسمعكم له صوت عن أحمد الطيب البشير سمعت الكلام دي أخوانا قال الشيخ يحضر مريده في النزع والقبر يعني لما يجي يمرق روحك الشيخ بيحضر معك وجوه القبر بيحضر معك ده ما كذب ربنا قال في صورة الواقعة فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ما بيشوف قال لا يحضر مريده في النزع والقبر للحج يلقن بأحسن التعبير جما يجي يقول لك من ربك وبقيت ملك لك تنادي في الشيوخ ويا حسونة من المدفونة ويا بقبة اللبنية يكتب لي حجاب بالراس إلى كرعية أنت ده لا بكوت ولا لشنو في امتى لما تبقى زي ده مباري كويس وبعد ذلك الملائكة تسألك من ربك وتقول ها ها لا دري قال هنا الشيخ بيجي يلقن للحج يلقن بأحسن التعبير بأحسن التعبير قلهم هذا الرجل ربه الله ودينه الإسلام ورسوله محمد وكان معنا سماني في الطريقة ما شواله في امتى دي العقيدة بتاعتهم قال وله يؤانس يعني ممكن تلقى الشيخ تقول له ما الزول ده وين يقول لك والله يمرك في الحج لا بر البلد دي لا في زور أرحامه لا الدار يسكر لا لا في الحمام الله يكرمك لا ماشى وين يقول لك دخل جوه القبر سوف يجنو بتونس قال مع الميد والبيونسك منه عملك نكذب الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق البرع والصوفية ها قالوا له يؤانس في الوحدة والشبير في جنان الخلد قال شاهد مولاه الكبير في امتى وكلام كبير جدا ها ده برضو بيقول الأولياء بيده الجنة اسمع المقطع ده تبا تنجز يا ناس تبا تنجز يا ناس فأم كربا يحل الماقى الذي سمو خلق كباش فأم كربا يحل لي كل بلد كما أدى ولد كباش كام كربا يحل وتفيل. كم ادى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي. الكباشي قال بدي الجنة. يا اخواننا الكلام ده والله ابليس ما يصدقه. والله ابليس ما يصدقه. الكفار وابو جهل ما يصدقه. انحنا يا اخوان والله دي عغايدنا الموجودة تركب البصل السياحي يشغلو لك. تمشي بتاعك افتريه الا من رحم الله يشغلو لك. تمشي اي محل تركب يجيب لك الكلام ده. ياخدى كفر بالله. ربنا سبحانه وتعالى قال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ربنا سبحانه وتعالى. لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. شاكيدة لو في واحد صوفي بعد تنتهي المحاضرة دي ممكن افتح له فرصة في سبعة دقائق. ايجي يدافع لي عن كلام ابو الشيخ ده. يقول في زول بي الدجنة. في زول بي اقدر يخلق مع الله حاجة. ربنا قال يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ان الذين تدعون من دون الله. كباشي ولا غيره. ربنا قال لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطوب. ما يقدر يعمل حاجة كباشي ولا غير كباشي. الرسل ما بيقدر يدو جنة. نبي الله زكريا عليه السلام امرأة عاقر ما استطاع ان يهب من نفسه لزوجه الولد الا بان يدعو الله سبحانه وتعالى. شكذا ربنا عز وجل قال كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفية قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقية واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. قاشروا. فهب لي. ربنا الدين من عندك. فهب لي من لدنك وليا يريثني ويرث من آل يعقوب. واجعله ربي رضيها. ولذلك اخوانا دي عقاية فارغة وعقاية شركية حتى في الربوبية. فدي اشياء يركز عليها. في مسألة نموزج ناخده في مسألة الاسماء والصفات. انا اجي راجعين تاني ليه? كلام الصوفية ده. في مسألة الاستواء. طبعا اخر حاجة جباه محمد المنتصر لزيرك. طبعا يا اخوانا من عقيدة المسلمين ان الله في السماء. وهذه يعرفها حتى الصبي. في الكتاب. في الروضة. اي اي زل مقر في نفسه فطرة ان الله في السماء. ربنا عز وجل قال اامنتم من في السماء? قال ابن جرير والكتاب قاعد معي. هذا لي. قال اامنتم من في السماء هو الله. رفت? وكذلك نقل القرط بكلام ابن عباس. انه هو الله. ان الذي في السماء هو الله. وادل له كثير. قال محمد المنتصر لزيرك. عشان ينكر ان الله عز وجل في السماء. قال بيقي يجيب له شبهات. قال اذا قلنا الله في السماء. طيب ربنا قال اذا السماء انشقت. يعني ربنا يمي شوين قال. اخر حاجة بيقي يقول في زاعة حسين خوجلي. التابع للشعبيين. قال نقول الله في السماء. اذا السماء انشقت. يعني الله يتلب ولا شنو. ده كلام اعوذ بالله. من هذا القل. ومن قال لك ان الله في السماء. اي جو السماء. قبل الآيات اامنتم من في السماء. ربنا قال هو الذي جعل لكم الارض ذلولا. فامشوا في مناكبها. في مناكبها معنا شنو. اي على مناكبها. وكلوا من رزقه واليه النشور. ربنا قال عن حاكيا خول فرعون. للسحرة لما امنوا وتركوا دين فرعون. قال ولأصلبنكم في جذوع النخل. هل معنى في جذوع النخل داخل الجزع. ولا على ببرة. على جذوع النخل. ربنا قال فسيحوا في الارض. اي امشوا على ظهر الارض. وغير من الآيات العظيمة والكثيرة جدا. في اثبات استوار الله عز وجل على العرش. وانا عندي هنا كلام. الامام ابن عبدالبر المالكي. لانه محمد المنتصر الازيرك والصوفية القايمين معه والليلة. بيزعموا انهم مالكية. كلام ابن عبدالبر المالكي. كلام طويل جدا. وقالوا في موضعين من كتاب التمهيد. ان الله سبحانه وتعالى في السماء. واستدل باحاديث كثيرة من احاديث الجارية. ومن احاديث ينزل ربنا حين يبقى الثلث الآخر من الليل. ها. في كل ليلة فيقول هل من داع فوجيبه. هل من سائل فاعطيه. هل من مستغفر فاغفر له. وذلك كل ليلة. في امتة? ونقل اجماع العلماء على ان الله سبحانه وتعالى في السماء. كويس? قال. آآ كلام كتير. قال. عن الاعرج عن ابي هريرة قال. وفي دليل على ان الله عز وجل في السماء على العرش. من فوق سبع سماوات. كما قالت الجماعة. وهو من حجتهم على المعتزلة. والجهمية في قومهم. في قولهم ان الله عز وجل في كل مكان. وليس على العرش. والدليل على صحة ما قالوه. اهل ما قالوه. ما قالوه اهل الحق. في ذلك قول الله عز وجل. الرحمن على العرش استوى. من سورة طه. وقوله ثم استوى على العرش. سورة السجدة. ثم استوى الى السجد. وخان فصلت. اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. سورة الاسراء. اليه يصعد الكلم الطيب. سورة فاطر. فلما تجلى ربه. الاعراف. امنتم من في السماء. الملك. سبح اسم ربك الاعلى. سورة الاعلى. وكذلك قوله العلي العظيم. في سورة البقرة. آية الكرسي. والكبير المتعال. في سورة الرع. رفع الدرجات ذو العرش. غافر. يخافون ربهم من فوقهم. سورة النحل. تعرج الملائكة والروح اليه. المعارج. يدبر الامر من السماء الى الارض. ثم يعرج اليه. السجدة. اني متوفيك ورافعك الي. ده كلام منه? ده كلام الله لعيسى. ربنا قالوه اذ قال الله يا عيسى. اني متوفيك ورافعك اليه. وده فيه رد على التراب. في امتى? الضالة المضل. الذي ينكر نزول عيسى عليه السلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال يوشك ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى تكون السجدة خير من الدنيا وما فيه. هديث بغريرة في الصحيحين. الى غير ذلك من الآيات التي تدل على ان الله سبحانه وتعالى على العرش في السماء. رفتها? فهو ينكر هذا الكلام وده كلام العلماء. ونحن بنتحداؤه. انه بيجي يقطعه كده. اما يقول له مناظر يقوم يزوق. يزوق. وعنده وكلة هنا. اذناب تابعينه. ها? ما تقدر تناظر في منهجك. الا بالتواري وبالزوغان وبالكذب. رفتها? فدي مسألة مهمة. ذكرناها بمناسبة في مسألة الاسماء والصفات. وغير من المسائل الطويلة. لكن دي اخواننا يعني اهم الامور التي يمكن ان يذكرها الانسان في مسألة اه بين يدي هذه المحاضرة والهكم اله واحد. ان يفرض الله في اسماء وصفاته وفي ربوبيته وفي اه وفي توحيد العبادة. ان تكون هذه الامور كلها خالصة من العبد اعتقادا في الله عز وجل انه هو الواحد الذي يستحقها. مسألة. مسألة اخرى ان دعوة الحق تعرف بالتركيز على هذا الموضوع. لانه ده موضوع الرسل. وما ضل المسلمون الا بسبب التفريط في هذا الاصل. شوف اي دعوة واي طريقة في الاصلاح بغير التوحيد فاشلة. قال لي لا ناس داعش مشكلتهم شنو? ناس داعش دارين يصلحوا البلد. ناس داعش المفسدين قالوا دارين يصلحوا البلد. تصلحوها كيف? قال اول حاجة نشير الحكام كلهم برا. واي زول يعترض علينا نكتره. ونطبح الناس. ونحرض الناس على الخروج على هؤلاء الحكام التواغيت الى اخر. بدأوا باشنوه? بدأوا بالسياسة. وبخلع الحكام وما بدأوا بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الدعوة الى التوحيد. وافراد الله بالعبادة كما قال الله عز وجل وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. كما استخلف الذين من قبلهم. ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنى. الشرط شنو? يعبدونني لا يشركون بي شيء. اذا كان ده الشرك القاعد عندنا. انا اديك شرك غريب جدا. كتاب تبرئة الذمة للبرهانين. ادي ليه الكتاب. اوريك عقائضة الصوفية دي نهايتها اشنو? في امتى? اه طبعا عنده عنده كلام كتير. طبعا الطريقة البرهانية كفر 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 الازهر وكفر المجمع الصوفي المصري. في امتى زي ما قال رضينا بالهم والهم ما راضي طيب. هنا اه صفحة عشرة. ده بتكلم داري وريك الرسول صلى الله عليه وسلم مقام شنو? بتكلم عن اه فضل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وهو حديث لا اصل له ما في في كتب السنة اصلا. قال اه كلام طويل. اه. قال روى ابو هريرة رضي الله عنه بلفظ انه صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عليه السلام قائلا يا جبريل كم عمرت من السنين الى اخر الحديث. ثم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عن المكان الذي ياتي منه الوحي. قال للوحي ده بجيك من وين? فقال حيثما اكون في اقطار السماوات اسمع صلصلة جرس. وطبعا صلصلة الجرس ده يا اخوانه وارد في حق منه? في حق النبي عليه الصلاة والسلام. قال فاسرع الى البيت المعمور فتلقى الوحي فاحمله الى الرسول او النبي. فقال له صلى الله عليه وسلم اذهب الى البيت المعمور. الان واتلوا نسبي. فذهب سيدنا جبريل عليه السلام مسرعا الى البيت المعمور. وتلى النسب نسب النبي صلى الله عليه وسلم. قائلا محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله الى اخر. فان فتح البيت المعمور ولم يسبق ان فتح له قبل ذلك. فرأى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بداخله فتعجط. النبي صلى عليه وسلم قال له اطلع فوق محي المبجيك الوحي وقرأ نسبي وشوف البيحصة شنو. مشى فوق وقرأ النسب. فليقى النبي صلى الله عليه وسلم قاعد جوه يتعجب. قال فعاد مسرعا الى الارض. لانه الكلام كان في الواطة. فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم في مكانه كما تركه مع سيدنا جابر رضي الله عنه. فعاد بسرعة خالق الى البيت المعمور فوجده صلى الله عليه وسلم هناك. ثم عاد مسرعا الى الارض. فوجده صلى الله عليه وسلم ما زال جالسا مع سيدنا جابر. فسأل جبريل عليه السلام سيدنا جابر. قال له يا اخ الهل ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه هذا. قال جابر كلا يا اخ العرب فاننا لم ننتهي بعد من الحديث الذي تركتنا فيه فقال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الأمر منك وإليك فلماذا تعبي معناه شنو الكلام ده يا أخوان كذا شرحوا لينا ده بعتغي شنو بعتغي شنو ها ألوهية النبي صلى الله عليه وسلم وده كلام باطل وده زات الرواه منه يعني هسي أنا لو قلت بس قال أبو هريرة طوالي الناس صدقوا لو قلت قال أبو هريرة عن أبي هريرة مثلا أنا الآن حقول لك كلام أوريك إنه المنهج ده باطل لو نجرت لك حديث قلت لك عن أبي هريرة إنه يروع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي في آخر الزمان قوم يقال لهم البرهانية إن وجدتمون فاقتلوهم هل ده طوالي نصدق ده كل لعب يا أخواننا بالدين شغل بتاع الصوفية ده فهمت فلابد إنه يا أخواننا تكون الدعوة دعوة إلى العقيدة صحيحة ولما انحرفت هذه الجماعات الموجودة كلها كلها موجودة يا أخي الصوفي محمد المنتصر شغال حتى أن صارت سنة ذاتهم باعوا الشغلانية صارت سنة ذاتهم شغالين محمد حسين يعقوب ومين يعقوب وما يعقوب وده بيجاي شغال لك حمد المنتصر يضرب في العقيدة ما تجيب يا عقوب ده خليه يتكلم فيه محمد المنتصر فهمت يتكلم قال يجوز دعا غير الله وتقول مدد يا الشيخ ونظرة الدليل شنو؟ قال ربنا قال يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا قال انظرونا ده الدليل بتاع النظرة يا أزول ده الدليل انظرونا دي معناه انتظرونا وده كلام المنافغين انت يا حمد المنتصر تستدل بكلام المنافغين المنافغين بيقولوا للمؤمنين يوم القيامة المؤمنين قدامهم يقول لهم انتظرونا نقتبس عشان نضوي بينوركم ده لانه الصراط مظلم عشان نقدر نعدي ربنا قال يوم يقول المنافقون والمنافقات شوفه بيستدل بمنه بكلام المنافقين والببار المنافقين ربنا قال ان المنافقين وين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا فزاتوا استدلال بليد انا معرفة زولدة جابه كيف وكيف يفتح له اعلام زي ده وده اخواننا السبب بتاع البلاوي والمصائب بتاع ده فده البدل ما يردوا على الزولدة يقول ده يجيبوا ليك دهك وقلبك وقلبك وجعك وبتاع وكل ده ما دعوة الرسل ولا هذه دعوة الانبياء ولا هذه دعوة السلف الصالح رحمهم الله كلها تلقى غنوات عندهم قنوات المركز العام وغيرهم تلقاهم عندهم قناة وقناة البصيرة وقناة الاستجابة في الرئي والتلفزيون وغيرهم وكلها دعايات بتاع الشبس وفلفل الحار وشبس بالشطة يا زول وين التوحيد ولا نصل الصحدي لك تلقاهم مرحبا اهلا بك وضيفنا اهلا بك وانت وكلام فارق وين دعوة التوحيد نبي عليه الصلاة والسلام لما ارسل معاذ الى اليمن قال انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم الي شنو الى ان يوحضوا الله اول حاجة لا الفلفل الحار لا الشطة لا شبس بالبامبي ولا غيره وانما تدعوهم الى هذا التوحيد باعوا الشغلانية يكرموا في الصوفية كما المركز العام وغيرهم ها وغيرهم من الضلالات الموجودة كلام دا كلام يطول اه نقيف ان شاء الله عن هذا الحد وصية القحطاني بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله شداك يا قحطاني اشتركوا في القناة